خلين نتقل لزميلنا إبراهيم ليحكينا أكثر عن الأخبار المحلي إليك إبراهيم شكرا إليك كاثي ولا إليك حازم وبداية مع الخبر الأول وبتوجيهات ملكية سامية أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي إلى قائد سلاح الجو الملكي الأردني يوم أمس الجمعة بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بطاقا طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية لإخلاء طفل تعرض للإصابة في المملكة العربية السعودية وسيتم نقل الطفل الأردني كنان علاء الدين الحسن إلى مدينة الحسين الطبية للعلاج بعد تعرضه لحادث سقوط في بئر ماء خلال تواجده في منطقة حائل في السعودية وعبر ذو المواطن عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية مقدرين الدور الرائد للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ويذكر أن دوي الطفل المصاب ناشدوا جلالة الملك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لنقل الطفل للعلاج في الأردن وكانت الاستجابة الهاشمية سريعة وفورية إلى الخبر الثاني حيث قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن الحكومة تسعى لإعلان الأردن منطقة آمنة للسفر بناء على إجراء المجلس العالمي للسياحة والسفر ووجهات أخرى عالمية عملية تقييم لبروتوكولات المملكة المعمول بها في المطارات والأنشطة السياحية وأضاف العضايلة أن هناك مساعة حثيثة تقوم بها الحكومة لتحسين الوضع والاستفادة من حالة الاستقرار القائمة في وقف انتشار الوباء ومنع انتقال العدوى الداخلية للفيروس والانتقال إلى منحنى منخفض الخطورة بدلا من معتدل الخطورة وتابع بأن معظم الحالات التي سجلت خلال الأيام العشر الماضية هي لقادمين من الخارج ونسعى لتحقيق منحنى منخفض الخطورة أو الوضع تحت السيطرة والتجربة التي مرن بها متميزة وناجحة والأردن بين أقل الدول لانتشار هذا الوباء وإلى الخبر الثالث حيث رجح وزير النقل خالد يوسف خارد سيف فتح المطارات في الأردن نهاية تموز الحالي قائلا لدي شعور أن عودة المطارات للعمل ستكون في نهاية الشهر وقال أن فتح المطارات سيكون على ثلاث مراحل حيث سيتم تقسيم الدول التي سيتم السماح باستقبال المسافرين منها إلى ثلاث فئات ووضح أنه في المرحلة الأولى سيستقبل مواطني الدول آلف وستبدأ المرحلة الثانية بعدها بنحو عشرة أيام إلى أسبوعين بعد تقييم الأوضاع ثم يبدأ تنفيذ المرحلة با وكذلك المرحلة جيم وعن الدول التي سيتم السماح باستقبال المسافرين منها بيّن سيف أنه تم اختيار 12 دولة بينها دول أوروبية ضبطت إحدى الدوريات الخارجية العاملة ضمن الاختصاص مركبة تسير بسرعة عالية عند تحويلة السلطاني باتجاه جنوب ظهر الجمعة يوم أمس على الفور تم تحرير مخالفة بحق السائق وضبط رخصه وتحذيره من مدى خطورة هذه المخالفة والقيادة بتهور والتقط رادار السرعة مركبة السائق بسرعة 152 كيلو متر في الساعة علما بأن السرعة المقررة على الطريق هي 60 كيلو متر في الساعة هكذا نصلنا إلى نهاية الأخبار المحلية وعودة إليك كاثي ولحازم